في موسم إعلان النتائج وقطاع الاتصالات السعودي ثاني أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي شركة اتصالات السعودية أو ثاني شركة طبعا في مهامها تأتي بنتائج أعمالها تراجع في أرباح التسع أشهر الماضية ولكن هذا لا يعني أن الإيرادات لم تتطور سجلت لدي الإيرادات ارتفاع بستة في المئة تراجعت أرباح الربع الثالث أيضا بسبعة في المئة نمر وإياكم تفصيلا على القوائم المالية للشركة والنتائجها إيرادات اتصالات للتسع شهور الماضية من هذا العام سجلت لدينا مكاسب وارتفاعات بستة في المئة وصولا تسعة وثلاثين مليار وثمانمائة مليون ريال سعودي مقارنة طبعا بالتسع شهور الماضية من العام الماضي نمت الإيرادات لدينا بخمسة في المئة من ضمن عمليات محلية ونموها من العمليات الدولية سجل حدود اثنين في المئة كيف تطورت إيرادات اتصالات السعودية تطورت من الربع الثالث من العام الماضي كانت 12 مليار وتسعمائة مليون سجلت ارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي عادت لتتراجع في الربع الأول من هذا العام تطورت من جديد في الربع الثاني والربع الثالث سجلت تراجع ولكن فقط كان بحدود مئة مليون ريال سعودي وهو الذي سجل النسبة في التراجع مقارنة طبعا بالربع الأخير من العام أو ربع الثالث من نفس العام بحدود 7% من العام الماضي أرباح الاتصالات سجل التراجع ب13% وهي ذات نسبة التراجع على ربحية السهم هذا طبعا عن 9 شهور لتصل إلى 6 مليارات و390 مليون ريال وفيما يتعلق بربحية السهم سجل التراجع أيضا ب13% لتصل إلى 3 ريالات و20 هللة ما هي الأسباب التي أدت إلى انخفاض أرباح الاتصالات السعودية البداية هي ارتفاع تكلفة الخدمات ب3 مليارات ريال ارتفاع المصرفات التشغيلية للشركة ب736 مليون ريال وانخفاض الإرادات المتنوعة ب174 مليون ريال وارتفاع المصاريف المتنوعة ب122 مليون ريال نذهب إلى الأسباب أيضا التي أدت لدينا إلى أرباح الربع الثالث على أساس فصلي ونتابع تطورت أرباح الشركة البداية طبعا كأرباح وليس إرادات سجلت لدينا ارتفاعات واضح في الربع الثالث من العام الماضي وصلت إلى مليارين 320 مليون ريال تراجعت لدينا بشكل واضح في الربع الأخير من العام الماضي عادت لتسجل لدينا ارتفاع ربما كان الأفضل خلال هذه الفصول وهو في الربع الأول من هذا العام أنا أتحدث عن أرباح وليس إرادات طبعا الربع الثاني عادت لتسجل لدينا تراجعات وتحسن واضح لدينا في أرباح الربع الثالث من هذا العام وإن كانت طبعا مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي سجلت تراجع ب7% لكن مقارنة على أساس فصلي أي بالربع الذي سبقه سجلت لدينا ارتفاع في الأرباح أسباب ارتفاع أرباح الاستيسية والانتصالات السعودية على أساس فصلي أي مقارنة بالربع السابق هي تعود إلى انخفاض المصاريف التشغلية بـ 57 مليون ريال نمو الإرادات الأخرى إلى 42 مليون ريال وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد بـ 105 مليون ريال وانخفاض خسائر الاستثمار بـ 235 مليون ريال نعود إلى قاعدة المشتركين والعملاء سجلت لدينا نمو القاعدة بشكل واضح لدينا الألياف البصرية ارتفعت بـ 33% النطاقات العريضة الاستخدام فيها زاد بـ 3.4% واستهلاك عملاء الخط الثابت أو الخدمات الثابتة سجلت نمو بـ 5% كانت هذه نتائج العملية الحقيقة والمالية لشركة اتصالات السعودية الاستيسي لأربع الثلاث والتسع الشهور لهذا العام